بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي نلتقي في هذا الفيديو مع حل أنشطة الأضواء على نص الاستماع نجوم الرياضة طبعاً تابع مع الفيديو حتى النهاية لأننا سوف نجيب على أسئلة أنشطة الأضواء على نص الاستماع والأنشطة التالية وهي الأنشطة المتحررة تطبيقات متحررة وأيضاً أسئلة اختبر نفسك كل هذا في هذا الفيديو فتابع معي حتى النهاية حتى تستفيد أكثر وأيضاً قمت بشرح ذلك الدرس قبل ذلك فارجع إليه حتى تفهم أكثر هذا الحل وقبل أن نبدأ الشكر الجزيل طبعاً لكل من دعمنا بالاشتراك في القناة ويدعمنا دائماً بمشاركة الفيديوهات هذه مع الآخرين حتى يستفيد منها الجميع وكذلك لكل من يقوم بالإعجاب بالفيديو شكراً لكم جزيلاً هيا بنا نبدأ مع النشاط الأول استمع إلى الفكرة ثم أجب مقدم البرنامج طبعاً هذا عبارة عن حوار يعني كما شرحنا في الدرس حوار بين مقدم البرنامج ومعه ثلاثة ضيوف مرحباً بكم في حلقة خاصة من برنامجنا نجوم الرياضة حيث سنلتقي ثلاثة من المعي يعني من أشهر نجوم رياضات رياضات مختلفة سيتحدثون معنا عن تحدياتهم تحديات كما ذكرنا الصعوبات والمشقات والعقبات في اللعبة والعادات الصحية التي يتبعونها وكيف يستعدون قبل كل مباراة كما سنناقش أيضاً دور المدرب في نجاحهم هلموا هلموا يعني تعالوا وأقبلوا نستمع لقصصهم الملهمة بمعنى الموحية أو المشجعة والمضاد طبعاً المحبطة مقدم البرنامج يقول لنبدأ معك يا حسام طبعاً هذا هو الضيف الأول يمكنك أن تشاركنا ببعض التفاصيل عن رياضتك وكيف بدأت رحلتك فيها يقول حسام بالطبع أنا حسام منصور يعرف بنفسه وألعب كرة القدم بيزن هذه الرياضة المفضلة لديه منذ الصغر بدأت رحلتي في عالم الرياضة عندما كنت طفلاً وكنت دائماً أحلم باللعب على أعلى المستويات لكن الرياضة يصاحبها يعني يرافقها أو يلازمها كثير من التحديات قلنا التحديات يعني العقبات والمشقات والصعوبات بما في ذلك الإصابات وضغوط المباريات هيا بنا إلى السؤال الأول ألف اختر المعنى الصحيح لما تحتهو خط كلمة هلم كلنا هلم بمعنى تعالوا أو أقبلوا تعالوا طبعاً مش اسمها تعالوا لا تعالوا هكذا طيب يعني بفتح بفتح اللام وبالتالي سكون حرف الواو ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة يتميز عالم الرياضة يتميز عالم الرياضة بأن تحقيق النجاح فيه سهل وميسور طبعاً هذا خطأ بل فيه كما كلنا الكثير والكثير من التحديات يعني الصعوبات والمشاق الاستماع إلى قصص الرياضيين الناجحين لا يضيف لنا جديداً طبعاً هذا خطأ بل يضيف لنا جديداً لأن طبعاً لديهم خبرات في هذا المجال فبالتالي نستفيد طبعاً من هذه الخبرات فيضيف إلينا أشياء جديدة ما الأمور التي دار الحديث عنها ما الأمور التي دار الحديث عنها بين المزيع والضيوفه طبعاً هذه الأمور كما ذكرى في البداية واحد تحدياتهم في اللعبة تحديات هؤلاء اللاعبين ثانياً عن العادات الصحية العادات الصحية التي يتبعونها ثالثاً كيف يستعدون كيفية الاستعداد استعدادهم يعني قبل كل مباراة هذا ثالثاً رابعاً مناقشة دور المدرب في نجاح هؤلاء اللاعبين بإذن هذه هي الموضوعات أو الأمور التي تحدثوا طبعاً بعد ذلك تخيل أنك لاعب لاعب كرة قدم مشهور تخيل ما التحديات التي يمكن أن تواجهها طبعاً التحديات هي الصعوبات طبعاً زكرة هنا طبعاً من ضمن التحديات الإصابات إذن تذكر الإصابات طبعاً التي قد يتعرض لها ممكن يعني في المباراة طبعاً ولكن قبل المباراة أيضاً أثناء التدريب يعني نسمع عن بعض اللاعبين طبعاً إيه يصابون أثناء التدريبات إيه بالتدريب أو أثناء المباراة نفسه بهذا من التحديات كذلك أيضاً من ضمن هذه التحديات ثانياً ضغوط المباراة الضغوط التي يعني يعني تكون على اللاعب هو طبعاً مضغوطها عشان إيه يبزل يعني جهد كبير ويحقق إيه ما يريده الجمهور طيب ويريد طبعاً أن يحقق لنفسه إذن هذه بعض إيه التحديات أيضاً يمكن أن نضيف أيضاً أيضاً من التحديات الاستعداد الجيد والاستعداد طبعاً المرهق وأشياء قبل المباراة هذا من الضغوط ممكن أيضاً أن نضيف اللياقة اللياقة البدنية طبعاً اللاعب يحتاج لياقة بدنية واستعداد بدني كبير فهذا يتطلب منه طبعاً المزيد من المجهود كذلك ممكن أن نقول أيضاً من التحديات كما يعني يقولون نحن بنذاكر المنافس لنا أو بنعرف طريقة اللاعب الخاصة بالمنافس الذي سوف نلعب معه طيب استخرج من الفكرة السابقة كلماتاً بها ألف الليلة ألف الليلة طبعاً قد ترسم بشكل ألف هكذا الألف القائمة وقد ترسم على شكل ألياء هكذا ولكن بدون نقطتين واذكر سبب رسم الألف على هذه الصورة طيب طبعاً إذا كان يعني طالما هي ألف فيسبقها فتحة نجد مثلاً هنا كلمة على تنتهي طبعاً بهذه الألف الليلة السابقة طيب أعلى الألف الليلة كما ذكرنا أيضاً سابقاً قد تكون يعني في الأسماء وقد تكون في الأفعال وأيضاً في الحروف طيب هذا مثلاً هذه مثلاً كلمة أعلى كلمة أعلى لماذا هذه ألف ليلة رسمت بهذا الشكل على شكلها لأنها أكثر من ثالثة يعني عددها أدي واحد اتنين تلاتة اربعة ربع المهم أن هي أكثر من ثالثة يعني ممكن تكون الرابعة كما هنا أو الخامسة أو السادسة فهي أكثر ممكن أن نكتب هنا السبب كلمة أعلى فالسبب أنها أكثر من ثالثة أكثر من ثالثة اللي هي الألف طبعاً الألف هنا أكثر من ثالث طيب موجودة فين؟ في فسمن وبالتالي في شرط أيضاً أنها لم تسبق بياء أنها لم تسبق بياء ننتقل إلى النشاط الثاني مهند طبعاً هذا من الضيوف يقول تعلمت التنس هذه طبعاً الرياضة المفضلة له منذ صغري ودائماً ما كان لدي حلم باللعب في البطولات الكبرى وواجهت تحديات تحديات في تطوير مهاراتي والبقاء على قمة أدائي هذه التحديات والصعوبات بالنسبة له الضغوط والمنافسة في التنس تجعلين الأمور أكثر تعقيداً يعني أكثر صعوبة يعني أكثر صعوبة وطبعاً كلمة حلم هنا سوف يسأل عنها كلمة حلم طبعاً هو الأمل أو الطموح الأمل أو الطموح هذا معنى كلمة الحلم طيب مقدم البرنامج شكراً لك مهند والآن ننتقل إلى لاعبتنا رانيا أخبرنا عن رياضتك والتحديات التي واجهتها رانيا أنا لاعبة رفع الأثقال وبدأت رحلتي في عالم هذه الرياضة منذ سنوات القوة والتحمل جزء أساسي من اللعبة هذا من ضمن التحديات طبعاً وعلي دائماً أن أحسن أدائي الرفع رفع الأثقال رياضة تتطلب تدريباً صارماً والتزاماً ولكوني فتاة تصبح الأمور أكثر تعقيداً أكثر صعوبة مقدم البرنامج شكراً لك رانيا الكل يواجه تحديات في رياضاتهم تحديات صعوبات وإيه مشقات وعقبات دعونا نناقش دعونا نناقش الآن العادات الصحية التي تتبعونها طيب ما العادات التغذوية وكلنا كلمة التغذوية هي الأمور طبعاً الخاصة بالتغذية والمرتبطة بالتغذية والتدريبية التي تساعدكم في الأداء اختر المراد كلنا كلمة حلم طبعاً يعني أمل أو طموح أكمل ميات كان مهند يحلم منذ الصغر بماذا؟ ها قلنا أنه كان يحلم منذ الصغر باللعب كان يحلم منذ الصغر باللعب طبعاً في البطولات الكبرى كان يحلم منذ الصغر باللعب في طبعاً التنس في البطولات الكبرى طبعاً للتنس يعني البطولات الكبرى للتنس بهذه هي الإجابة طيب رقم اثنين هنا نقاط جزء أساسي من لعبة رفع الأثقال طبعاً القوة والتحمل ماذا تستلزم ممارسة لعبة رفع الأثقال؟ ماذا تستلزم؟ هي قالت أنها تستلزم أو تتطلب تدريباً صارماً والتزاماً هذا ما تتطلبه أو تستلزم ما العادات الصحية والتغذوية التي تتبعها في حياتك؟ يمكن مثلاً الالتزام بالنوم لوقت كاف يمكن أيضاً من هذه الأشياء التناول الغذاء الصحي الذي تكلمنا عنه والهرم الغذائي يبقى النوم مهم جداً الغذاء وكذلك ممارسة التدريبات أو التمرينات الرياضية بشكل يومي يبقى إذن هذه هي العادات الصحية والتغذوية المهمة أكمل بما هو مطلوب بين القوسين يريد هناك كلمة بها ألف لين المجتهد نحو النجاح طبعاً ممكن أن نقول ساعة ساعة المجتهد نحو النجاح هنا الألف لينة وترسمها كذا بهذا الشكل على شكل الألف هي هنا في الأفعال طيب لماذا كتبت هكذا؟ لأن الأفعال هنا سالسة هذه واحد اثنين ثلاثة هي رقمها رقم ثلاثة وأصلها ياء وأصلها ياء زي هذا يهدي فمثلاً كلمة هدا أيضاً تكتب بهذا الشكل كذلك ساعة ساعة يسعى في المصدر ساعياً ساعياً هكذا يبقى إذن فيها ياء يبقى ترسم بهذا الشكل إنها مثلاً كلمة سما سما تكتب بالألف لماذا؟ لأن المضارع نجد أصل هذه الألف واو يدعو فطالما أن أصل هذه الألف طبعاً واو يبقى ترسم ألف قائمة هكذا إذا كان أصل الألف ياء فبالتالي ترسم على شكل الياء هذا إذا كانت طبعاً الألف ثالثة في الفعل ننتقل إلى النشاط الثالث حسام يقول أنا أحرص على تناول وجبات متوازنة وغنية بالبروتينات والكربوهيدرات أو الكربوهيدرات طيب كذلك أمارس التدريب البدني بانتظام لبناء القوة واللياق بيزاً هذه من العادة التغذوية والتدريبية مهند يقول في التنس اللياقة هي الأمر الأساسي أمارس التمارين البدنية وأتبع نظاماً غذائياً صحياً إذن نلاحظ أنه لابد من التمارين والتدريب وأيضاً من النظام الغذائي المتوازن يجب أن يكون قليلاً قليلاً الدهون وغنياً بالفواكه والخضروات رانيا أمارس رفع الأثقال يومياً إذن تدريب أيضاً وتمارين يومياً أتبع نظاماً غذائياً نفس الكلام طبعاً غنياً بالبروتين كذلك أهتم بالنوم جيداً والاستراحة للتعافي بمعنى الشفاية بشكل جيد بين التمارين ليس المقصود يعني الشفاء من الأمراض ولكن يعني هي فيها معنى أيضاً الاستراحة من التعب مقدم البرنامج مذهل مذهل معناها يعني مدهش العادات الصحية تلعب دوراً كبيراً في أدائكم الآن دعونا نناقش كيف تستعدون قبل المباريات ما تقنيات الاستعداد النفسي والبدني التي تتبعونها اختر المعنى الصحيح لما تحته خط أهتم بالنوم جيداً والاستراحة للتعافي قلنا كلمة التعافي بمعنى الشفاء بعد ذلك ضع علامة صح وعلامة خطأ العادات الصحية تلعب دوراً كبيراً في أداء اللاعبين نعم بالفعل صح يتناول حسام وجبات غذائية تعتمد على الكربوهايدرات فقط طبعاً هذا خطأ بل على البروتين أيضاً بعد ذلك كيف يحافظ مهند على لياقته البدنية؟ أين مهند؟ يعتمد طبعاً على ممارسة التمارين البدنية ثانياً يتبع نظاماً غذائياً صحياً قليلاً قليلاً دهون وغنياً بالفواجه والخضروات بيزاً هذه هي الإجابة كذلك ماذا تقول لصديقك؟ ماذا تقول لصديقك الرياضي الذي لا يتبع نظاماً غذائياً صحيحاً طبعاً أقول له عليك أن تتبع نظاماً غذائياً صحياً لماذا؟ لماذا؟ حتى لا تنخفض لياقتك البدنية وطبعاً ينخفض هذا المستوى العالي منه في الرياضة بعد ذلك صوب الخطأ الإملائي اهتدى طبعاً اهتدى هكذا خطأ ليست بهذه الألف القائمة إنما هكذا اهتدى طبعاً الألف هنا كما ذكرنا هي أكثر من ثالثة الألف هنا اهتدى طبعاً هذه ألف لينا فهي أكثر هذا هو السبب أكثر من ثالثة أكثر من ثالثة وطبعاً موجودة في اسم وغير مسبوقة بياء كما ذكرنا سابقاً في كلمة أعلى هكذا طبعاً عفواً اهتدى طبعاً هي ليست أعلى اسم إنما اهتدى اهتدى هذا فعل طبعاً فعل إيه فعل ماضي فعل إيه فعل ماضي طبعاً فهي أكثر من إيه أكثر من ثالثة هو موجودة في فعل النشاط الرابع حسام أخذ حماماً ساخناً قبل المباراة للهدوء والاسترخاء طيب الاسترخاء بمعنى الراحة أو الهدوء أصلي وأدعى الله ليوفقني كذلك أجري تمارين تحسين التركيز لا أتأكد من أنني جاهز نفسياً يقول مهند أقوم بجالسات تأمل قبل المباراة وأحاول تفادي الضغوط أحاول تفادي الضغوط وتفادي يعني تجنب أو الابتعاد عن هذه كلمة تفادي يعني تجنب أو ايه أو ابتعاد عن كذا عن الضغوط كذلك أتابع نمط تنفس النمط يعني الأسلوب أو الطريقة تنفس خاصاً لتهدئة أعصابي تقول رانيا أقوم بالتسخين جيداً الاستعداد يعني وأستمع إلى الفيديوهات الحماسية لزيارة التركيز كذلك أجري مراجعة نفسية لأركز على الهدف والأداء تراجع كده نفسها نفسياً وتراجع أهدفها عشان تتذكر وتركز على الهدف والأداء مقدم البرنامج يكون رائع الاستعداد النفسي عامل مهم في الأداء الرياضي وأخيراً دعونا نناقش دوراً دعونا نناقش دور المدرب البدني والذهني في رحلتكم كيف أسهم أو كيف شارك المدرب في نجاحكم يقول حسام المدرب ساعدني في تطوير مهاراتي وزيادة قوتي كما منحني وأعطاني الدعم النفسي الدعم المساندة والمساعدة النفسية في اللحظات الصعبة مهند المدرب ساعدني في تطوير استراتيجياتي طبعاً الاستراتيجية كما ذكرنا سابقاً هي عبارة عن خطة خطة تكون يعني ايه يركز عليها الشخص للوصول الى هدفي بها عبارة عن الخطة او الايه او الطريقة وفهم الفنيات الدقيقة كما منحني وأعطاني الثقة بقدرتي على التفوق السؤال الاول وحاول التفادي يعني تجنب او الابتعد عن اكمل ما يأتي تقوم رانية تقوم بماذا كما ذكرنا بالتسخين جيداً المجيدة المكتوبة تكتب كلمة التسخين وتستمع الى ماذا لزيادة التركيز تستمع الى الفيديوهات الحماسية الفيديوهات الحماسية لزيادة التركيز من العادات التي يتبعها حسام قبل دخوله المباراة اخذ 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 ماذا اخذ حمام ساخن طبعاً لا نكتبها بالنصب بقى هنا لانا ستكون مضاف اليه اخذ حمام ساخن وهنا نعت طيب فالمهم في حالة الجر اخذ حمام ساخن لماذا للهدوء والاسترخاء نكتب هكذا للهدوء والاسترخاء بعد ذلك كيف يقوم مهند بتهدئة اعصابه قبل المباراة اين مهند يقوم طبعاً بجلسات بجلسات التأمل يقوم بجلسات التأمل قبل المباراة وكذلك يحاول تفادي وتجنب والابتعد عن الضغوط كذلك يتابع نمط تنفس خاص لتهدئة الاعصاب يبه هذا ما يكون به مهند بعد ذلك القرب من الله له دور كبير في النجاح الرياضي لحسيم لماذا كما ذكرنا لانه قبل المباراة يصلي ويدعو الله ليوفقه يبه اذا قبل المباراة يصلي ويدعوه فاذا لتوفيق الله طبعاً الدور ليه هالدور الاول والاخير بعد ذلك او دور الاكبر يعني حدد الكلمة التي تشتمل على الف لينة وبين سبب رسمها بهذه الطريقة طيب هنا ارتقى هذه الف لينة مسبوكة طبعاً فتحة طيب لماذا رسمتها كذا على شكل الياء لان الالف هنا هذه الالف طبعاً اكثر من ثالثة اكثر من ثالثة وهي موجودة في فعل ارتقى فعل موض طيب هذه بشرة ايضاً رسمت علي نفس السبب نقول لانها اكثر من ثالثة ولكنها فس من طيب وفي شرط اخر نزيده طبعاً في الاسماء ونقول انها ولم تسبق بماذا؟ لم تسبق بياء لم تسبق هذه الالف بياء لماذا نقول ذلك الشرط دائماً؟ لاحظت اننا ذكرنا اكثر مرة او ذكرته اكثر مرة لم تسبق بياء لان طبعاً اذا سبقت بياء فترسم الالف قائمة هكذا يعني مثلاً مثل قلمة دنيا كلمة دنيا الألف مسبوقة بياء فهذا استثناء من هذه القاعدة الألف هنا طبعاً ثالثة اكثر من ثالثة وهي موجودة في اسم ولكنها سبقت بياء في هذه الحالة ترسم الفاً اي قائمة هكذا هذا استثناء من هذه القاعدة أما هنا هذه الالف لم تسبق بياء فالذلك ترسمت على شكل اليا وليس على شكل الالف هذه القائمة والآن ننتقل الى حل تطبيقات الأضواء المتحررة على هذا النص النشاط الأول الرياضة والغذاء الصحي الرياضة والغذاء الصحي يلعبان دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان طيب بعد ذلك للإنسان طبعاً هنا سوف يسأل على كلمة يلعبان طبعاً يلعب أخذناها أيضاً يعني بمعنى يؤدي فتلعبان يعني تؤديان أو يؤديان طيب فهي تؤدي دوراً مهماً وليس المقصود اللاعب طبعاً معروف على الصحة العامة للإنسان حيث تعمل الرياضة يتكلم أولاً عن هذا الشيء الأول طيب ما دور الرياضة تعمل على تحسين وتطوير اللياقة البدنية والمحافظة على الوزن الصحي كما أنها تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة بإذن هذه الرياضة تحسن واحد اللياقة البدنية اثنين تحافظ على الوزن الصحي ثلاثة تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة اللي هي مستمرة مع الإنسان مثل أمراض القلب والسكري والسرطان يعني شف الله جميع الأمراض وعفان الله عز وجل أما الغذاء الصحي هذا ثانين يبقى هذه الرياضة واحد وهنا الغذاء الصحي اثنين فهو يوفر ما فائدة الغذاء الصحي اللي هو المتوازن فهو يوفر لجسم العناصر الغذائية اللازمة لأداء وظائفه الحيوية بشكل سليم هذا أولا ثانيا يساعد الغذاء الصحي على الوقاية من سوء التغذية وينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا لمارس الرياضة كل يوم نصع ويمكن تقسيم هذه المدة إلى فترات قصيرة على مدار اليوم يعني الشرط نصع كاملة في نفس الوقت ولكن تقسم كما يجب اختيار نوعي الرياضة المناسب لقدرات الفرد وأهدافه تختار الرياضة المناسبة لك عشان طبعا إيه مش تتأزى ويعني تستطيع الاستمرار فيها اختر المراد كلنا كلمة يلعبان يعني يؤديان ضع علامة صح أو خطأ تساعد الرياضة على الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة طبعا صح ينصح بممارسة الرياضة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيا طبعا هذا خطأ ولكن كلنا يوميا بشكل يومي كل يوم ما أهمية الغذاء الصحي نرجع الغذاء الصحي ذكرنا أولا يوفر للجسم العناصر الغذائية اللازمة لأداء وظائفه الحيوية بشكل سليم ثانيا يساعد على الوقاية من سوء التغذية طيب هل كل أنواع الرياضات طبعا الرياضات جمع الرياضة هل كل أنواع الرياضات مناسبة وملائمة لكل فرد وضح إجابة كا طبعا ليست مناسبة لا نقول لا لماذا وذكر في النهاية لأنه يجب اختيار نوع الرياضة المناسب لقدرات وأهداف الفرد اختار المناسب الرياضة المناسبة لقدراتك اللي تقدر عليه ما تختارش حاجة أصعب من قدرتك وكذلك طبعا لأهدافك الهدف اللي انت عايز توصله عشان ما تضيعش يوقتك بعد ذلك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين المدير رسالة اعتذار نقول هنا تلقى ترسم هذه الألف اللينة ترسم الألف اللينة بهذا الشكل على شكل يا لماذا؟ طبعا هذا فعل يبقى السبب لأن الألف هنا أكثر أكثر من ثالثة وهي في فعل موجودة في فعل كما ذكرنا فبالتالي ترسم على هذا الشكل ننتقل إلى النشاط الثاني المدرب المدرب هو الشخص المسؤول عن تدريب اللاعبين واعدادهم للمباريات والمنافسات الرياضية هذا دور المدرب وله دور مهم في مساعدة اللاعبين على تحقيق أهدافهم الرياضية وذلك من خلال القيام بمجموعة من المهام بيساعدهم أن هم ينفذوا مجموعة من الأعمال منها واحد وضعوا البرامج التدريبية المناسبة لقدرات اللاعبين وأهدافهم ومستوى اللياقة البدنية لديهم بيختار لهم برنامج تدريبي خاص بهم يعني خاص خاص بهم وكذلك الحرص على تقديم النصائح والإرشادات لهم طبعا هو مدرب بدني أو مدرب نفسي لتحسين أدائهم في الملعب وتطوير مهاراتهم كذلك من هذه الأشياء التي يكون بها العمل على تحفيز اللاعبين بيحفزهم ويشجعهم وتعزيز كلنا تعزيز معنى تقوية بإذن تعزيز معنوياتهم يعني تقوية وذلك من خلال تشجيعهم على الاستمرار في التدريب وحثهم الحث أيضا هو التشجيع على تحقيق أهدافهم طيب بعد ذلك أكمل ما يأتي يحرص المدرب على تقديم ماذا على تقديم كلنا على تقديم النصائح والإرشادات نكتب هنا لتحسين أداء اللاعبين بعد ذلك يقوم المدرب بوضع البرامج طبعا البرامج التدريبية يقوم بوضع أين هي البرامج التدريبية بعد ذلك المناسبة لقدرات لقدرات اللاعبين يبقى نكتب هذه الكلمة قدرات ما الدور النفسي كلنا هو مدرب بدني ونفسي النفس الذي يكون به المدرب مع لاعبي طبعا الجزء الخاص بالنفسي يكون بتحفيز اللاعبين بهذا نفسيا بتحفيز اللاعبين وتعزيز معنوياتهم من خلال تشجيعهم على الاستمرار في التدريب وكذلك لتحقيق أهدافهم تخيل أنك مدرب ما النصائح التي تقدمها للاعبيك لو أنك مدرب بماذا تنصح اللاعبين طبعا أنصحهم بالالتزام الالتزام ب كما قلنا التزام ب التمرينات التمرينات اليومية أيضا لو التمرينات والتدريبات اليومية كذلك تناول الغذاء الصحي الغذاء الصحي وشرحنا قبل ذلك الهرم الغذاء المتكامل يعني المتوازن كذلك النوم مبكرا وبالتالي الاستيقاظ مبكرا طيب أكمل بما هو مطلوب يلاعب أنصت لتعليمات مدربك طبعا أين العلامة أو ما العلامة الصحيحة علامة التركم هنا يلاعب أنصت لتعليمات مدربك طبعا انتهى الكلام فنضع نقطة فقط هذا كل ما علينا وضع طبعا هنا أسلوب نداء يبدأ بيا فتنتهي هذه الجملة بنقطة فقط يبتكون النقطة في نهاية الجملة التامة والآن مع النشاط الثالث المحاور المزيع يعني يقول مرحبا بك يا أحمد هذا هو الضيف كيف حالك أحمد الحمد لله بخير شكرا لك المحاور نود أن نبدأ بسؤالك عن بدايتك في ممارسة الرياضة كيف كانت كيف كانت البداية أحمد بدأت ممارسة كرة القدم يبقى إذن هذه الرياضة المفضلة التي يمارسه منذ صغري عندما كنت في السادسة من عمري هذا تحديدا يعني كان عنده ست سنين وكنت أحلم أن أكون من ألمعي اللاعبين ذكرنا قبل ذلك أن ألمع معناها أشهر ألمع يعني أشهر اللاعبين المحاور كيف حققت هذا الحلم كيف حققت هذا الشيء وذكرنا أيضا أن كلمة حلم المراد بها الأمل والطموح يقول بذلت الكثير من الجهد ومن التعب كنت أتدرب بجد كل يوم وأحرص على اتباع نظام غذائي صحي كما أنني كنت محظوظا بوجود مدرب جيد كان يدعمني ويساعدني كذلك ذكرنا كلمة الدعم بمعنى المساندة أو الإعانة فكان يدعمني ويساعدني أيضا على تحقيقي أهدافي إذن سأله عن كيفية تحقيق الحلم فقال بذل المزيد من الجهد والإتعب التدريب طبعا اليومي كذلك اتباع نظام غذائي صحي متوازن كذلك الدور المهم للمدرب مدرب طبعا بدني ونفسي المحاور ما أشد الصعوبات وأيضا ذكرنا كلمة الصعوبات أخذناها في كلمة تحديات تحديات اللي هي بمعنى الصعوبات والعقبات طيب ما أشد الصعوبات التي واجهتها في مسيرتك الرياضية يقول أحمد كانت أشد الصعوبات التي واجهتها هي الإصابة طبعا قد تكون الإصابة في التدريبات أو أثناء المباراة حيث تعرضت لإصابة خطيرة في الركبة تطلبت إجراء عملية جراحية كانت هذه الإصابة بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لي فقد كنت خائفا من أن أفقد مسيرتي الرياضية كان خائف طبعا ما أقدرشي كمل الرياضة المحاور كيف تغلبت على هذه الصعوبة تحدي دبقى والإصابة تغلبت عليها إزاي لم أستسلم فقد قررت أن أواصل مسيرتي الرياضي وبذلت قصارى جهدي للتعافي تعافي معنى الشفاء من الإصابة وبعد فترة من العلاج تمكنت من العودة إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى بارك الله فيك يا أحمد هيا بنا إلى هذه الأسئلة كنت أحلم أن أكون من ألمع يعني من أشهر اللاعبين طبعا اللاعبين هنا مضاف إليه مجرور علامة الجرأة يا لنوجم ومذكر سليم ضع علامة صح وعلمة خطأ كان أحمد محظوظا بوجود مدرب جيد يدعمه يعني يسانده ويساعده نعم إجابة صحيحة بعد ذلك اهتم أحمد بالتدرب فقط لتحقيق الحلم وتحقيق الأمل هل هذا صحيح؟ طبعا خطأ قلنا أنه تم بماذا ليس بالتدرب فقط بل بالجهد والتعب تبعى نظام غزائي وجود مدرب جيد ما أشد الصعوبات التي واجهت أحمد في مسيرته الرياضية وكيف تغلب عليها يبنى سؤالين طيب أشد الصعوبات طبعا هي الإصابة حيث تعرض لإصابة خطيرة في الركبة فتطلبت طبعا وحتاجت يعني إجراء عملية جراحية كيف تغلب عليها؟ كيف تغلب عليها؟ كما سأله المذيع أو المحاور لم يستسلم بل بذله طبعا يعني قصارى الجهد للتعافي والشفاء من هذه الإصابة حتى يتمكن من العودة وممارسة رياضته مرة أخرى ما الدرس الذي تعلمته من إصابة أحمد؟ ماذا تعلمنا؟ أكيد طبعا هتقول لي اللي هو أكيد أخذت بالك عدم الاستسلام عدم الاستسلام عدم اليأس عدم الاستسلام وعدم اليأس عندما واجه بعض التحديات والصعوبات في حياتي لابد من عدم الاستسلام أكمل بما هو مطلوب بين القوسين يريد هنا اسم آخره ألف اللينة ولكن طبعا يكون اسم مناسب للمعنى معنى الجملة والسياق آخره ألف لينة طعمها لذيذ ممكن مثلا نقول الكمث را طبعا كلمات أعتقد بسيطة التي تنتهي بهذه الألف وتكون مناسبة لهذا المعنى طيب إن كان لديك كلمة أخرى مناسبة لهذا السياق اكتب لنا في التعليقات اسم آخره ألف لينة طبعا كتبت بهذا الشكل لأن الألف هنا كما ذكرنا أكثر من ثالثة وهي موجودة في اسم وليس قبلها ياء ننتقل إلى النشاط الرابع كثير من اللاعبين الناشئين الذين يمارسون رياضة كرة القدم يتخذون اللاعب المصري محمد صلاح قدوة لهم طبعا بيعملوا زيان واخدين القدوة ويحلمون بأن يصلوا إلى المنزلة الرفيع العالية التي وصل إليها وقد يخفى على كثير منهم أن محمد صلاح قد مر بتحديات يعني صعوبات ومصاعب ومشاق عظيمة أسهمت بشكل كبير في نجاحه العظيم أسهمت يعني شاركت أيضا مرت علينا الكلمة هذه يسهم يعني يشارك أسهمت شاركت بشكل كبير في نجاحه العظيم ومكانته المرموقة التي وصل إليها يعني هو لم يصل لهذه المكانة بسهولة ولكن بصعوبات دائما كان محمد صلاح يتحدث في حواراته التلفزيونية عن تلك التحديات ومنها واحد السفر يوميا من قريته نجريج بمحافظة الغربية كان يسفر يوميا إلى القاهرة للتدرب مع فريقه ثم العودة مرة أخرى تحدث أيضا عن الصعوبات المادية صعوبات مادية التي وجهت فقد كان لا يمتلك المال المال اللازم لتحقيق متطلباته ولكنه بالإسرار والكفاح واتباع تعليمات مدربيه صار واحدا من أساطير كرة القدم العالمية اختر معنى الصحيح قلنا كلمة أسهمت يعني شاركت أكمل أسهمت التحديات والصعوبات التي واجهت محمد صلاح أسهمت بشكل كبير في ماذا أسهمت في طبعا نجاحه العظيم ومكانته المرموقة نكتب هذا الكلام التي وصل أي إليها كان محمد صلاح لا يمتلك المال اللازم لتحقيق متطلباته من خلال فهمك للفكرة كيف صار محمد صلاح قدوة للناشئين كيف صار قدوة يمكن أن نقول مثلا صار قدوة من خلال المنزلة الرفيعة التي وصل إليها من خلال المرور بتحديات عظيمة أسهمت في نجاحه العظيم ومن هذه التحديات أستفر يوميا إلى القاهرة وكذلك الصعوبات المادية المالية هل حياة اللاعبين خالية من الصعوبات؟ طبعا خلال ما ذكرناه ليست خالية حياة اللاعبين ليست خالية من الصعوبات بل يواجهون بعض الصعوبات مثل ماذا؟ مثل التعرض للإصابات سواء كما كنا في التدريبات أو أثناء المباريات كذلك يتعرضون للضغوط النفسية بسبب الأعباء المباريات كذلك من الصعوبات الصعوبات المادية الصعوبات المادية أيضا قد يواجهونها وهناك عدة صعوبات كثيرة طبعا اذكرها لنا في التعليقات اكتشف الخطأ الإملائي ثم يصوبه في الجملة التالية دنا المجد من تحقيق أعمال طبعا لا تكتب هكذا ولكن تكتب بالألف على شكل الألف هكذا القائمة دنا دال نون ألف ألف هكذا لأن هنا الألف ثالثة الألف هنا ثالثة في الفعل فبالتالي نبحث عن الفعل المضارع المضارع يد نو فنجد أن هذه الألف أصلها واو فبالتالي ترسم على هذا الشكل أما إذا وجدناها مثلا في الأصل في المضارع أو في المصدر وجدناها مثلا على شكل ي فترسم على شكل ي هكذا مثلا هذا إذا جئنا بالمضارع يهدي وجدناها ي فترسم على شكل ي إن وجدناها واوا في المضارع أو في المصدر فبالتالي ترسم على شكل ألف هكذا قائمة والآن ننتقل إلى حل سئلة اختبر نفسك على نص الاستماع نص الاستماع نجوم الرياضة والذي شرحناه سابقا طيب السؤال الأول بعد استماعك للفقرة سوف نقرأها الآن أجب عن الأسئلة التالية هذه هي الفقرة الثانية من فقرات الاستماع في أسئلة اختبر نفسك ولد المصارع المصري كرم جابر ولد في الأسكندرية ظهرت عليه الموهبة في سن المبكرة فاتجه إلى ممارسة رياضة المصارع ولكن واجه العديد من التحديات يعني الصعوبات والعقبات منها نشأته في أسرة فقيرة بكما كلنا من ضمن الصعوبات التي تواجه اللاعبين طبعا الصعوبات المادية المالية حيث كان والده يعمل في مصنع ملابس يعني رجل بسيط كما كان عليه أن يعمل بعد انتهائه من مدرسته لمساعدة أسرته مادياً كان بيشتغل ومع ذلك لم يستسلم مع ذلك لم يستسلم انتبه يا صديقي لهذه النمازج الطيبة علينا أن نقتري بها في مثل هذه الأشياء حيث استمر في التدريب وتطوير مهاراته وطبعا كلمة تطوير بمعنى تحسين مهاراته إلى أن انضم جابر كرام جابر إلى نادي سبورتينج أحد أكبر الأندير الرياضية في مصر ومن خلال ناديه استطاع أن يكون أفضل مصارع في مصر بإذن وصل إلى هدفه رغم هذه الصعوبات ومن بعدها انضم إلى منتخب مصر وحقق معه أبرز إنجازاته وهو الفوز بميدالية ذهبية في المصارعة الرومانية وزن 96 كيلو جرام في أولمبياد أثينا عام 2004 طنطق يعني هكذا ليكون نموذجاً ملهماً ومشجعاً طبعاً الإلهام الوحي وهنا بمعنى التشديع يعني لشبابنا بعد استماعك للفكرة اختر الإجابة الصحيح استمر في التدريب وتطوير مهاراته تطوير بمعنى تحسين انضم كرام جابر إلى نادي سبورتينج لممارسة رياضة المسارعة قلنا أنه انضم إلى هذا النادي له أحد أكبر الأندية الرياضية في مصر وبالتالي استطاع أن يصل إلى هدفه أفضل مصارع في مصر حصل كرام جابر على ميداليته الذهبية في رياضة المصارعة طبعاً المصارعة الرومانية وزن كام؟ هل تتذكر؟ وزن 96 كيلو جرام ضع علامة صح وعلامة خطأ أحرز كرام جابر أحرز الميدالية الذهبية الميدالية الميدالية طبعاً يعني أليا مشددة طيب المهم الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن طبعاً هذا خطأ لم تكن في لندن بل كانت في أولمبياد أثينا أو أثينا بهذا خطأ كان كرام جابر يذهب بعد مدرسته إلى منزله لاستذكار دروسه كان برجاء بعشا يذكر؟ لا طبعاً كان كما قلنا كان عليه أن يعمل كان يذهب إلى العمل بعد انتهاء المدرسة لمساعدة طبعاً الأسرة من الناحية المادية ظهرت موهبة كرام جابر في سن مبكرة هنا بإجابة صحيحة طيب أكمل ما يأتي أول إلى المصارع المصري كرام جابر كرام جابر طبعاً في محافظة الإسكندرية والهمزة طبعاً تكون مكسورة هنا فهي ترسم تحت الألف وهذه الألف طبعاً في البداية هي ألف وصل إنما هذه الألف ترسم تحتها الهمزة بعد ذلك نشأ كرام جابر في أسرة نشأ طبعاً في أسرة فقيرة فقيرة طبعاً إيمادياً وكان والده يعمل في مصنع ملابس لم يستسلم كرام جابر للصعوبات والتحديات التي واجهت حيث استمر في التدريب لم يستسلم بل استمر في التدريب وكذلك في تطوير مهاراته السؤال التالي اختر الكلمة الصحيحة إملائياً من النحية الإملائية مما بين القوسين كرام جابر التغلبة على التحديات استطاع طبعاً بالتاء وليس بالطاء يعني تاء وبعدها طاء استاء استاء طاء استاء طاء طبعاً هنا هذا التدريب يعني يتدريبك على الحروف المتشابهة في النطق فهنا التاء قريبة من الطاء المخرج قريب بهذه حروف متشابهة في النطق في الصوت فانتبه إليها جيداً وانتبه لمخرج الحروف التاء طبعاً مرققة إنما الطاء مفخمة نقول استاء طاء استطاع طلاب إن هؤلاء كلمة هؤلاء طبعاً من الكلمات التي بها ألف إنها تنطق لكن لا تكتب ها هؤلاء هؤلاء يبقى في هنا ألف كده بعد الاي بعد الها لكنها لا تكتب بهذا الشكل طبعاً هي لا تكتب هؤلاء يبقى إن هؤلاء طلاب المجئتهدون طبعاً إن تنصب المتدأ تنصب المتدأ ثم ترفع الخبر فطلاب هنا خبر مرفوع خبر إن المهم أمي ماهرة في ماذا؟ في تا تا تطريز تطريز هكذا انتبه أيضاً لنطق التا والطا تا 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 التا مرققة والطا مفخمة تطريزي هكذا وفي النهاية طبعاً حرف أزاي ننتقل إلى السؤال الثاني أجيب عم يريضة علامة صح أمام الجملة الصحيحة نحوياً طيب علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة نحوياً طبعاً لاحظ نقول غير الصحيح نلاحظ بعض الناس يقول الغير الغير طبعاً هذا خطأ اللام تدخل على ما بعد أي غير لا تدخل على غير لعل الاختبار سهلاً هنا طبعاً خطأ لعل طبعاً نقول إن وأن كأن لكن ليت لعل فإذا لعل هي من أخوات من أخوات إن هذه كنا نقول الآن أنها تنصب ثم ترفع فالصح أن نقول لعل الاختبار سهل لام وفوقها تنون بالإيه؟ بالضمن طيب تجول السائحين طبعاً هذا خطأ بل السائحون فاعل مرفوع على ما ترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم في أجمل الميادين التاريخي هذا خطأ طيب هل هذه الجملة صحيحة أم خطأ أيضاً عادة أبو صديقي أبو هنا فاعل مرفوع على ما ترفع الواو لأنه الأسماء الخمسة أبو صديقي من السفر أبو اسمه من الأسماء الخمسة الإجابة صحيحة فلذلك على ما ترفع هنا الواو ترفع بماذا؟ ترفع بالحروف وليس بالحركات هذه الأسماء الخمسة طبعاً بشروط معينة أو ليس العلم يعني نذكر أي جملة مناسبة أو شبه جملة مناسبة جرمجر أوي أو ظرف إن كان لديك جملة أخرى أيضاً مناسبة اكتبها لنا في التعليقات ليستفيد منها الجميع أنشأ المهندس يلو يقول اسم نكرة مناسباً أنشأ ماذا؟ أنشأ المهندس قصراً مثلاً أو أنشأ المهندس بيتاً بيتاً جميلاً رائعاً الظلم الظلم ينتهي من العالم طيب يريد هنا حرف ناسخ يفيد التمني طبعاً الذي يفيد التمني هو ليتا ليتا تفيد التمني يبقى إذن ليتا الظلم ليتا الظلماء ليتا من أخوات إن فلذلك يتنصب المبتدأ وترفع الخبر ليتا الظلماء يبقى هذا اسم ليتا منصوب على متنصب الفتح صوب الأخطاء بعد ذلك الأخطاء الإملائية هنا سلمت على ما هذا؟ سلمت على هذه النون لاعب طبعاً هذا تنوين وليس نون التنوين هو نون ساكنة طبعاً تلحق آخر الأسماء هذه النون نون ساكنة تنطق ولا تكتب تنطق ولكنها لا تكتب أشعره هكذا هنا أشعره هذا فعل مضارع هذا فعل مضارع يبدأ بيه طبعاً الأفعال المضارع تبدأ بإيه أحد حروف إيه أنيت فإذن الهمزة هنا همزة قطعة أشعره بالفخري هكذا لابد من كتابة الألف كلمة إنما تحزف هذه الألف تحزف هذه الألف حالة دخول اللام فقط أقول مثلاً للفخري هكذا يبقى تحزف الألف أما حروف الجر الأخرى طبعاً ذكرناها أيضاً سابقاً في درس مستقل وشرحناها وتدربنا عليه طيب يبقى دخول حرف الجر اللام فقط نحزف الألف بالفخري يبقى هنا فيه طبعاً خطأين مما مما يصنع طبعاً هنا تكتب صحيحة مما هي أصلها الأصل من ما هكذا لكن أضغمت زي كلمة عما عما يتساءلون مثلاً في سورة النبا طيب مما يصنع الكرسي طبعاً هنا الخطأ الأول كلمة الكرسي هذه ألف وصل وليس تقطع يبقى ال هكذا الكرسي طيب هنا من من هي هذه أدات استفهام يبقى لابد أن تنتهي بعلامة استفهام هكذا هكذا علامة استفهام نعمل من أجل النهوض بالوطن نفس كلمة بالفخر يبقى إذن لا تحزف هذه الألف كلمة الوطن دلوطن هكذا بإذن تعود الألف ولا تحزف بالوطني جر ومجرور تابع معي الفيديو التالي وهو شرح القواعد الإنائية نشرح فيه همزة القطع طبعاً درس مهم جداً نقوم بالشرح وبعده مباشرة حل التدريبات والأسئلة كذلك تابع معي الفيديو التالي أيضاً النص المعلوماتي الرياضة والتاريخ في فيديو مستقل نشرح درس ثم في فيديو آخر نقوم بحل تدريبات هذا الدرس درس مهم جداً نقوم فيه بشرح المعاني والأسئلة وتوضيح بعض الجمالية تابعونا وفي الختام شكراً لكم على حسن الاستماع أتمنى لكم كل التوفيق لا تنسوا أن تشتركوا في القناة اشترك في القناة إن لم تكن قد اشتركت وادعوا الآخرين أيضاً إلى الاشتراك في هذه القناة قناة روايا المعرفة التعليمية كذلك لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين انسخ الرابط على صفحتك أو على الواتساب ادعوا الآخرين لمشاهدة هذه الفيديوهات اللي استفاد منها وإن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو اقتراح اكتبوا لنا في التعليقات وبوصولك إلى هذه الدقيقة تحديداً بوصولك لنهاية الفيديو أنت شخص مميز إن وصلت لهذه الدقيقة اكتب لنا في التعليقات فأنت تستحق كل التحية والتقدير شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته